القاعدة بتقول لو ما خنتنيش الزاكرة يعني انه لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه هل وده السؤال الحقيقي الرئيس هل البقان اللي صادر عن اتحاد الكرة هو رد الفعل الامسل والانسل لمعاجهة كل الازمات والمنعطفات اللي مر بيها الاتحاد سواء بداية طبعا من كارلوس كيروش او مع مارك لوتنبرج او مع الاساءات والاهانات المتعمدة والوضحة وضوح الشمس والمباشرة اللي نالت من كل القائمين على منظومة الكرة المصرية بداية من مجلس الدولات تحد الكرة مرورا بربطة الاندية وصولا للجنة الانضباط هل من الممكن التعامل مع الازمات الكبيرة دي واللي بعدها او اغلبها للأسف شديد كان فيه ردود فعل عالمية انا متأكد انها هتأثر بشكل كبير جدا على صورة الكرة المصرية هبدأ بدأ وبعد كده هحلي بمونديال الاندية وكاس العالم الاندية مع ضيفي النهاردة دكتور محمد جمال نقد رياضي اللي بيشرفني في بقى السادسة دكتور محمد مساء الخير نعور الدنيا وخليني ابدأ معك من بيان اتحاد الكرة النهاردة بداية قبل ما ادخل في تفاصيل بيان والنقاط اللي ذكرت في البيان يعني عايز اتكلم معك على التوقيت توقيت صدور البيان وخصوصا لانه الازمات دي بعضها يمكن متكرر بعضها يمكن بقى له فترات طويلة جدا ليه غاب اتحاد الكرة او المسؤولين في اتحاد الكرة عن المشهد وليه تأخر قوي التعليق وتوضيح الأمور على علاقة دي خليون طرح وجهة نظر اتحاد الكرة في الازمات دي لغاية دلوقتي طيب هابدأ من كلمة مهمة قلتها في بداية السؤال تكرار هنتكلم على موقف مكرر ردود فعل ضعيفة ليست على حجم الفعل للمرة الكتير جدا بنشوف بيانات شوف تصريحات واحيان كتير جدا بنشوف سكوت طيب وحنا ده محل من الاتنين ما لهمش تالت اما ان هذا البيان ينفذ وهو بداية لتصعيد الأمور لوضعها الطبيعي واخذ ردة الفعل الطبيعية ده ده باثوي ما حصلش قبل كده اما انه يكون البيان بعنوان احنا بخصمينك ما تتكلمش معنا بمنتهى البساطة لان دي مش المرة الاولى احنا بخصمينك ما تتكلمش معنا وفي ناس تانية هي اللي هتيجي تحاسبك اللي هو في الاخر انت بتتحسبش في كل الاحوال يعني فردة الفعل ردة الفعل مش بالكلام ردة الفعل احنا بنتكلم كل اللي قيل وصورة خلال البيان احنا بنتكلم هل سيتم تنفيذه هل في عقاب هل في حساب هل صورة مصر اللي هي اهم من كل الكلام ده صورة مصر اللي نقلت بدل ما احنا بنتكلم عن نادي الاهلي والصورة اللي بنقلها النادي الاهلي عن مصر والحفاوة اللي بيقابل بها النادي الاهلي في مونديال الاندية الحفاوة واسم النادي الاهلي حتى في الجزائر بعد حسم صفقة أحمد الكندوسي والكلام اللي بيقال عن نادي الأهلي تفاية أنه نهاردة كل الإعلام الجزائري بينتقد ويشجب كل ما حدث أمس من تصريحات في موضوع بعيد خالص لأن القصة التجاوز مش في مجال واحد ولا مع شخص واحد أنت بتوصد بانتقادة حد الجزائري أو الوسط الإعلام الجزائري نهاردة تباين رهيب ما بين حاجتين الحاجة الأولانية هي الاستغراب الكبير جدا 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 والغضب الكبير في كل الإعلام الجزائري والأوساط الجزائرية الكروية منها تحديدا على تصريحات رئيس أحد الأندية أمس لما تكلم واتهامات لرئيس نادي وفاية ستيف وخليني أقولك في منتال بمنتال بساطة العنوان واضح وصريح جدا العنوان واضح وصريح التجاوز طال الجميع ودي صورة مصر في النهاية وده هدفي يعني في النهاية احنا مكلم على سمعة الكرة المصرية وسمعة القائمين على والرياضة المصرية في بعض الأزمات ليها شق عالمي تستدعي أن نتعامل معها بشكل مختلف تماما عن الأزمات القائمة محليا على أقل تأدير وخليني أتكلم فتاة